سيدة سوكرمان استمعت لمقاله السيد ياغي وسيد جمعة وخطورة هذا الاستيطان الممتد في الضفة الغربية والقدس المحتلة والإعلانات المستمرة من قبل حكومة تيتنياهو على مدار الأشهر الماضية ستة أشهر بجديد المشاريع الاستيطانية ستقام في مناطق مختلفة من الضفة والقدس ماذا يعني ذلك بالنسبة لإدارة بايدن وتعلمين تماما خطورة ذلك على الوضع المعيشي للفلسطينيين بشأن التطورات الأخيرة هناك مخاوف بشأن هذه الوحدات وأجلت من خلال ضغط إدارة بايدن والعديد من الدول الأوروبية لذلك ليس من الواضح إذا ما كانت ستكتمل هذا المشروع ولكن علينا أن نكون واضحين أن أي مدن جديدة ستبنى ستكون من ضمنها أربعة ألاف وحدة في المدن الموجودة بالفعل وهذه ستأوي السكان ولكن لم يعد هناك أي نزال بشأن حدود معينة المحتملة أو تغيرات سوى ما هو موجود بالفعل وهو أربعة ألاف من المباني السكانية أو الشقق السكانية وإدارة بايدن كانت تقول أن هذا يهدد احتماليات حل الدولتين لأنه سيخاطر بمواصلة الجزئين في الضفة الغربية بين الشرق القدس ومنطقة معروعة دومين ولكن حتى الآن لم تكن هناك أي أسباب لأن نعتقد أن هذا التوسع سيكون له أهمية أو أكثر مما قد وصفت أو أنه سيخلق أي صراع إضافي أو مشكلات لأنه سيكون محدود لهذه المنطقة المحددة وأي توسع أو تغييرات في أي حدود قد توقفت في الأشهر الأخيرة ولم تكن هناك منقشات بين القيادة الفلسطينية والإسرائيلية بشأن مستقبل هذه المناطق بعيدا عن المفاوضات المتوقفة سيدة سوكرمان منذ سنوات نتحدث الآن عن هذه الإدارة الأمريكية بلسان حال الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون اليوم لهذه المخططات الصعبة ماذا فعلت إدارة بايدن لوقف هذه المخططات الإسرائيلية سيدة سوكرمان؟ إدارة بايدن كانت تضغط على حكومة نيتانياهو بشكل متكرر بأن لا تكمل هذه الخطة وقد أعربت عن مخاوفها بشأن أي توسع بسبب مخاوف أن هذا قد يعرض تقويض حل الدولتين ويخاطر به وكذلك أعربوا عن مخاوفهم حتى البارحة بعد الإعلان المؤثر لإسرائيل بأن الاجتماعات قد تأجلت وكانوا يكرروا هذه النقطة في السر وفي العلن أيضاً؟